بحثت الرئاسة الأربع في اجتماع عقدته الجوانب القانونية لنتائج الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة ومستقبل وجود التحارف الدولي والتعاون الأمني الثنائي وفقا للأطر الدستورية والقانونية كما بحث الاجتماع سيرى تنفيذ البرنامج الحكومي والإثراءات القضائية في الملف الأمني وسبل تعزيز أمن الحدود العراقية وتطوير عمل القوات الأمنية المكلفة بحمايتها وحماية المناطق والأهالي الساكنين قرب الحدود من أي اعتداء أو أعمال عسكرية كما أكد المجتمعون أهمية التعاون التام بين السلطات في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف وبحث التشريعات والقوانين المعروضة أمام مجلس النواب وأخذ رأي القضاء في القوانين التي تتضمن في بلودها إجراءات قضائية ترجمة نانسي قنقر